ندرة المياه ندرة المياه وش نديرو إعادة النظر الفلاحة بهاد الموضوع ديال المياه وديال الماء يجب أن يناقش بشكل متروي بها هل يمكنو أن نتحدث عن فلاحة بدون ماء لا يمكن ولكن عود هاد السنوات الأخيرة وهذا تكلم عليه سيد الوزير المعني غير ممرة موضوع ديال الماء المخصص للفلاحة تناقص بشكل كبير تناقص بشكل كبير لسبب وجيه هو أنه الماء مبقاش مكينش هاد علاش الحكومة لجأت إلى القيام بمجموعة من الإجراءات العاجلة لابا الآن الماء الموجه للفلاحة على قد الحال فبالتالي أنا مناقشة الموضوع من زاوية الندرة ربما الآن مفهوم في ظل ما نعيشه من شوح ديال التساقطات لكن ربما نفهمه بأنه باش تكون عندنا فلاحة منتجة وباش نقدروا يكون الإنتاج وفير وعامي ومنقدروا نحافظوا على فورة الشغل في العالم القروي يجب أن نشتغل على هذا الموضوع هذا ونفكروش من زاوية الندرة سنفكروا من زاوية وحدة أخرى كيفاش نوفروا هاد الإمكانيات المائية الفلاحة في إطار مجموعة من الحلول الجديدة وهذا هو ما تقوم به الحكومة اليوم الحكومة في سنة 2026 ستخرج واحد الحوض مسقي في منطقة الداخلة مسقي بالمياه المعالجة هذا توجه جديد والهدف منه طبعا هو من بعد ما نجحنا في التجربة الأولى أنه ذاك البرامتر إريقي اللي تزاد في المنطقة ديالسوس واللي يحافظ على فورة الشغل وقدر أنه يحافظ على أنه الفلاحة يبقى وين جفاء اليوم تحدية كبيرة جدا لكن التفكير في هذه التحدية يجب أن يكون مبني على قراءة واقعية متجردة من بعض يعني الاندفاعات السياسية يمينا وشمالا واللي لن تجدي في حقيقة الأمر أي شيء في نهاية المعطف يجب أن ننتج ويجب أن نوفر الإنتاج بأتمينة معقولة ويجب أن نوفر فورة الشغل في العالم القراوي وهذه التحدية الكبيرة لذلك الحكومة هذا الموضوع ديال الماء تولي أهمية كبرى تتابعوا بشكل دقيق ووضع ديالنا ووضعهم تعرفونه جميعا أطمنا الله سبحانه وتعالى يغيطنا قريبا بالغيط وبالمطار فمن غير هذا الشيء هذا لا يجب هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر